استمراراً لجهود الدولة في تنمية سيناء ثم افتتاحه مقر هيئة قضايا الدولة بمدينة العريش بعد إعادة تطويره وتجديده بتكلفة بلغت أكثر من 700 ألف بني ووضع حجر أساس لإنشاء مبنى جديد يكون شاهداً على التفرة التنموية بشمال سيناء في المجال القضائي استمراراً لجهود الدولة في تنمية سيناء وبعد أكثر من عشر سنوات جاء افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة بمدينة العريش بعد إعادة تطويره وتجديده بتكلفة بلغت أكثر من 700 ألف جنيه ووضع حجر أساس لإنشاء مبنى جديد ليكون شاهداً على التفرة التنموية بشمال سيناء في المجال القضائي وذلك بعد افتتاح مجمع محاكم العريش وتمهيداً لإنشاء شهر عقاري بالمدينة نحن على أرض سيناء دلوقتي من حي جميع شعب سيناء من حي جميع شيوخ وقبائل سيناء من حي جميع نواب سيناء من حي جميع المستشارين اللي هم يعني بيعملوا في أرض سيناء لا ده شرف لنا جميعاً والحمد لله نحن في خير وتحية مصر مقر هيئة قضايا الدولة بالعريش تم تطويره بعدما شهده من تدمير جزئي عقب أحداث 2011 ويتكون من طابقين الأول للخدمات التي يقدمها من وحدة التحول الرقمي والسجلات والدعم الفني وتنفيذ الأحكام والثاني لمكاتب مخصصة لأعضاء الهيئة من المستشارين الذين عادوا من محكمة الإسماعيلية ليباشروا أعمالهم قبل كده من فترة طويلة بعد العمية الإرهاب والحمد لله أصبحت العريش في إيمان فظلنا فترة طويلة موجودين في مجمع المحاكم في إسماعيلية وبنباشر أضايا هيئة أضايا الدولة من الإسماعيلية الحمد لله لما رجعت المحكمة عملنا مرتبطة بالمحكمة فعدنا مع عودة المحكمة وبنباشر فأصبح فيه سهولة على المتنقضين وعلى الأخوة زملاء الأفاضل أضاء فرع هيئة أضايا الدولة بالعريش السادة للمستشارين في متابعة أضاياهم والحضور والدفاع عن الدولة بإذن الله وخلال الافتتاح قدم الحضور التحية لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة على تضحياتهم لتعود الحياة مرة أخرى للعريش بافتتاح مقرا لأعرق الهيئات القضائية المستقلة المنوط بها حماية المال العام وصد الاعتداء عليه أو على مصالح الشعب اشتركوا في القناة